بدأت بعثة الحج البحرينية بتسليم الأراضي المخصصة بالمشاعر المقدسة على الحملات البحرينية كما قامت بجولة تفقدية في مشعر عرفة ومزدلفة للاطلاع على التجهيزات الخدمية وترافق مع ذلك وصول غالبية الحملات البحرينية لمكة المكرمة لأداء مناسك الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بهذه الابتهالات العظيمة أنشد حجاج مملكة البحرين فور وصولهم إلى أقدس بقاع الأرض تحملهم كفوف البهجة وتطير بهم الأشواق للحرم وجبل عرفة في أول وصول الحجاج وفودنا لما توصل في البداية بصراحة أن نرى في وجوههم طبعا الاستشراق والمحبة والسعادة منها وصلوا إلى أرض المكة المكرمة وما في شك أنه يعني إنجاح الحملات كلها نعتقد التعاون القائم بين بعثة حج البحرين البحرينية مع أصحاب الحملات ومع أيضا حتى كذلك الرؤساء اللجان وعضاء اللجان يحقق الطموحات بأن نحن نرتقي سنة عن سنة في تقديم أفضل الخدمات وأحسن الخدمات كل الحبوية يقولون ندعينا في هذه الأرض الطيبة ونحمل الله رب العالمين إن شاء الله كل الحاج مدرسة للإنسان يدخل فيها يغير من أطباعه وعاداته للأحسن بإذن الله طريق المشاعر المقدسة كانت حافلة بهذه الجبال التي تحيط مخيمات عرفة وميناء ومزدلفة وهناك في تلك الأراضي تجولت البحثة البحرينية في خيام المملكة كافة واطلعت على مخطط الخيام والتجهيزات اللازمة بما فيها الجوانب الأمنية والوقائية وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات حجاج المملكة تم التجهيزة الحمد لله 66 خيمة مقاومة للحريق عندنا ما يقارب 550 مكيف الحمد لله تم تجهيزة تطوير بمشاية الله العام هذا تطوير دورات المياه ما يقارب الحوالي 90 دورة مياه تم تطويرها بالسيراميك والمغاسل الصيني وتطوير جميع دورات المياه بإذن الله تم توفير الواي فاي الطغطية الكاملة الـ 14 ألف متر في مخيم عرفة الحمد لله قمنا به إن شاء الله السنة هذه أنه أتحنا موقع إلكتروني وقمنا بوضع تطبيق خاص بحجاج مملكة البحرين يسهل على الحجاج في ميناء وفي عرفات لو الحاجة الآن موجودة في البحرين أو موجودة في مكة مجرد ما يضغط مع حجاج مملكة البحرين يقدر يوصل إلى خيمته أيام وتكتمل أفواج الحجيج حيث تنتظر الديار المقدسة أكثر من مليوني حاج في هذا الموسم منهم أربعة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون حاجا بحرينيا عقد الحملات البحرينية قد قارب على الاكتمال في أطهر بقاع الأرض عشرات الحملات تلألأت بوصول حجيجها الملبين سالمين وغانمين لتلفزيون البحرين صالح يوسف مكة المكرمة